شرعت الحكومة فيما صار إصراح نموذج الدعم من أجل استهداف الأمثل يضمن أكثر عدالة اجتماعية وهذا من خلال الانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة مباشرة والتي ستستفيد من دخل إضافي كتعويذ عن تعديل الأسعار المرتبطة بالتخلي عن نظام الدعم العام وفي هذا الصدد أشير إلى أن جانب التقني لهذا المشروع قد شارف على انتهاء لا سيما متعلق بالجوانب الخاصة بتحديل الأسر المعنية بالاستفادة من التحويل النقدي في ذل صهر الحكومة للتطبيق التدريجي لهذا الإصلاح بصفة سلسة تأخذ بعين اعتبار التقييمات الدورية لنجاعة مشروع إصلاح سياسة الدعم الدولة لمواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك وكما أشرت إليه فإن في تقديم للمخطط فعل حكومة توشك على الانتهاء من إعداد السجل الاجتماعي الموحد الذي سيسمح أيضا بإضفاء المزيد من الشفافية والنجاعة والعدالة واستهداف أمثل للدعم ترجمة نانسي قنقر